من الجليل مراسلنا بشار زغير أهلا بك بشار أولا يعني ما هي تفاصيل حادثة اختراق هذه الطائرة المرسيرة للمجال جو الإسرائيلي نعم شيرين كما تفضلت القوات الإسرائيلية أعننت بأنها رصدت حوامة كانت قد طارت من لبنان واخترقت الأجواء الإسرائيلية وكانت هذه القوات الإسرائيلية قد تتبعت حركتها دون التعرض لها قبل أن تعود هذه الطائرة الصغيرة المسيرة أو الحوامة أدراجها في البداية كان هناك تعتيم على هذا الخبر وهذه الحادثة جرت في ظهيرة لكن بعد ذلك أفصحت القوات الإسرائيلية عن هذه الحادثة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل لم تذكر أين بالضبط وفوق ماذا بالضبط طارت هذه الحوامة لكنها في نفس الوقت تفحص ما إن كانت هذه الحوامة قد تمكنت من تصوير بعض الأماكن وأيضا كما تفضلت قبل قليل هذه ليست المرة الأولى عندما نتحدث عن حوادث كهذه أي اختراق كل طرف لأجواء الطرف الآخر كانت هناك أن كنت تذكرين قبل أكثر من عام وتحديدا في شباط فبراير من العام الماضي رصدت القوات الإسرائيلية أو أسقطت حوامة قد أطلقت من الجانب اللبناني قالت بأن هذه الحوامة صنع إيراني وطبعا كان هناك الحديث عن أنها تحمل مواد متفجرة الآن في سياق ردد الأفعال الإسرائيلية أيضا تحدثنا عن رد فعل الجيش الإسرائيلي هناك رد فعل سياسي إسرائيلي نتنياهو كانت له كلمة وإن لم يتطرق بشكل مباشر إلى هذه الحوامة لكنه تحدث عن أن هناك دوما استعداد إسرائيلي للقيام بأنشطة عسكرية ضد ما نوصفهم بالأعداء وهذه الأنشطة العسكرية لا تأتي بشكل رد وإنما أيضا تأتي بشكل ردع أي الحقول دون تطوير الجانب الآخر من قدراته وتهديد أمن إسرائيل بحسب ما يقول نتنياهو من خلال متابعاتك كيف يتابع الجيش الإسرائيلي مسألة الحوامات خاصة أن هناك بعض المراقبين يتحدثون عن هذه الحوامات كجزء من حرب مقبلة بين حزب الله وإسرائيل أو بين سوريا وإسرائيل وأطراف أخرى في المنطقة بالضبشرين هذه الحوامات وإن كانت في البداية ومنذ أن بدأت تظهر وإن كان البعض ربما يقلل من شأنها لأنها تحمل الكثير من التهديدات بالنسبة لكثير من الأطراف هذه الحوامة بالرغم من الصغر حجمها وبالرغم من توضعها بحسب ما تبدو عليه فإنما هي تشكل خرقا تشكل تهديدا لم يكن فقط استراتيجيا أيضا سياسيا في خرق الأسيار خرق الحدود وأيضا هذه الحوامات يمكن أن تحمل المتفجرات رأينا ليس بالضرورة في إسرائيل وإنما في منطق أخرى من العالم في السعودية في اليمن كيف هذه الحوامات تستخدم لحمل المتفجرات لكن في ضوء هذا كله ولا بد أن نشير بعجالة لأنه شيرين نكر بأن هذا يحدث في الوقت التي تجري فيها الترتيبات من أجل الانطلاق والمضيق دوما في رسم والتفاوض غير مباشر بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي هذه الرسم الحدود البرية والبحرية بين الجانبين كما تعلمين اليوم المبعوث الأمريكي دفت سترفد في لبنان وربما هذه مجرد في سياق التحليلات أوصلت له إسرائيل رسالة له للحديث عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر